وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأهمية الإسراع في إدخال محافظات جديدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل تنفيذاً لتكلفات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة واستعراض عدد من ملفات عمل وزارة الصحة والسكان حيث شهد الاجتماع عرض الموقف التنفيدي لمشروعات القطاع الصحي ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشملت مشروعات المرحلة الأولى إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 1115 وحدة صحية ومركز سب أسرة بنطاق الريف في المحافظات المستهدفة بالإضافة إلى 367 نقطة إسعاف و23 مستشفى